السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وكل أمتم بخير حبايب الكرام حبايب الكرام اليوم عندنا قصة في الحكمة وفي اتخاذ القرارات في المواقف الصعبة فالقصة الأولى طبعا استشهاد بقصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما كان يقاتل وكان بيضرب أحده الكفار بالسيف فبصق الكافر في وجه علي رضي الله عنه فأرجع علي رضي الله عنه السيف في غمده فلم يقتل الكافر فلما سألوه فقال كان غضبي في البداية لله عز وجل ولما بصق في وجهه خشيته أن أقتله ويكون الغضب لنفسي فقصتنا قصتين منفصلة هذا أحد الدعاء جايوا من الأيام إلى رجل غني من الأثرياء فقال له سلام عليكم ولك السلام عندنا مسجد نريد إقامة في هذا الحي فمد يد له كذا فقال له نريد أنك تقدم مساعدة لهذا المسجد فهذا الرجل الغني الله يهديه بصق في يد هذا الداعي فقال الداعي هذه لي فمسحه على وجهه فما لله يعني هذه لي الله أزوجه فما له فيقولك صدم هذا الرجل الغني فيعني بردة فعل هذا الداعي الله يزا خير وقال والله هذا المسجد إني سوف يعني 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 أتكفل به كامل من إله هذه قصة الأولى القصة الثانية كان فيه ناس في أحد الأحياء كان فيه شاب الله يحفظه ويهديه كان يعني مزعج وكان يفحط وسبوه المشاكل وكان يوضيهم حتى في المسجد لدرجة أنه يقفل السكينة حقكة الكهرباء وكذا في يوم من الأيام كلم واحد الشيوخ الفضلاء هو معروف في مكة المكرمة فقال له ما يبشر وخلاص أنا إن شاء الله نتفاهم معه وربنا يهدي فأتى هذا الشيخ الفاضل يوم من الأيام الحي وصلى معه قال أين هذا الشاب قال له شوفه هذاك اليناك برا فذهب له الشيخ فعلى أساس أنه بيكلمه كذا فرح له الشيخ فكان الولد جالس في مكان كذا معين فجاء الشيخ قال له سلام عليكم جاء الشاب مشاكلين وقاب له وجه الوجه فلما وصل عنده بصق كذا تخيله أخرى تخيله في وجه بصق في وجه الشيخ الشيخ يقول والله بيدي ومشماغي يقول والله إني فيها من الغيظ والقهر لكني قلت له أروح الله يسامحك فيقول ركبت سيارتي مشيت وشغلت قال له أنا ماشي شوية طالما الحارة إلا هذا ورايا يدق بواري وكشح بالنور ويشد كذا المهم ويتجاوزني ويحدني زي كذا الولد هذا هو نفس الولد المشاكس هذا ويحدني كذا وأنا أقول يا ربي سلم سلم والله يجي لني الولد يقول أنا ما نزلت من السيارة ويجي لني مع الباب والله يكركم يطلع الشيب شيب ويرفع زي كذا ويعطيني يقول بالله يا شيخ تكفى اضربني على وجهي يقول والله ما عمري قد سويت في حد شيء اللي أرد علي إلا أنت يعني حلمت علي وقلت يعني سامحتني وقلت الله يا سامحك فسبح الله كانت ردت فعله كان لها أثر على الشاب فهذه يا شباب اللي هي كيف أننا نتحكم في ردود أفعالنا إذا أردنا أن نقدم خير أو ندعو الناس بالتي هي أحسن واستودانا